السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي درس لهذا اليوم في مادة الاجتماعيات سوف تكون عن حل مجموعة من الأسئلة الوزارية والمرشحات للصف السادس الابتدائي للامتحان النهائي لدينا في الفقر الأولى مجموعة من التعاريف المهمة في الامتحان الوزاري أولا الجسر العباسي وهو من الآثار المهمة في محافظة دهوك مشيد بالحجر يقع على نهر الخابور في قضاء زاخو ثانيا الزاب الكبير هو أحد روافط نهر دجلة ويعد جزء من الحدود الإدارية ما بين محافظتي دهوك وأربيل سد حديثة هو سد يقع على نهر الفراد تقع خلفه بحيرة حديثة وهو ثاني أكبر السدود بعد سد الموصل في توليد الطاقة الكهربائية التعريف الآخر حقل الأحدب هو من أهم حقول النفط الذي يقع في محافظة واسط هور الحمار وهو أحد الأهوار الكبرى في وطننا العراق وهو من أهم أهوار محافظة ذيقار يقع على نهر الفراد التعريف الأخير السبيل والعطشان من تفرعات نهر الفراد في المثنة ويعدان المصدر الرئيس لمختلف الأنشطة الاقتصادية فيها الفقرة الثانية من حل الأسئلة الوزارية ضع كلمة صح أو خطأ أولا تحتل محافظة البصرة مراكز متقدمة في زراعة وإنتاج التمور صح تقع محافظة نينوى في القسم الشمالي الغربي من وطننا العراق صح تقع محافظة بغداد ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط خطأ تعتبر محافظة البصرة أول ولاية إسلامية خارج حدود الجزيرة صح مدينة نففر أحد المدن الأترية في محافظة المثنة خطأ وأخيرا يمتاز مناخ محافظة ذيقار بمناخ البحر المتوسط طبعا العبارة خاطئة وصلنا الآن إلى الفقرة الثالثة من حل الأسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواص أولا لا ترتفع معظم أراضي محافظة بغداد عن 25 متر 35 متر 45 متر فوق مستوى سطح البحر الإجابة الصحيحة 35 متر كما هو موضح باللون الأحمر ثانيا يقع سهل شهر زور في محافظة الموصل أربيل السليمانية طبعا الجواب هو السليمانية ثالثا توجد بحيرة ساوى ضمن محافظة المثنة النجف واسط الإجابة الصحيحة المثنة رابعا شيد العرب مدينة الكوفة على يد القائد عتبة بن غزوان سعد بن أبي وقاص الحجاج الثقفي الإجابة الصحيحة طبعا سعد بن أبي وقاص خامسا من حقول النفط في محافظة البصرة أرطاوي بدرة جنبور الإجابة الصحيحة أرطاوي سادسا تسمي أطلقها العثمانيون على ذيقار في العهد العثماني هو مدينة لارسة أم مدينة لكش أم لواء المنتفك طبعا الإجابة الصحيحة هو لواء المنتفك وصلنا أعزائي الطلباء إلى أهم الأسئلة التي يأتي على صيغة سؤال وجواب في الوزاري منها صف حال المناخ في محافظة البصرة الجواب يتصف مناخ للبصرة بأنه جزء من المناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في الصيف تصبح الأجواء مزعجة في حالة هبوب رياح رطبة من الخليج العربي أما أمطارها فتكون قليلة ويقتصر سقوطها على فصل الشتاء السؤال الآخر تكلم عن مدينة الوركاء تعد من أشهر المدن السومرية في العراق القديم تعتبر مدينة الوركاء مركز عبادة الإله إينان عشتار اشتهرت بالملك القامش صاحب الأسطورة واكتشاف الكتابة المسمارية اشتهرت بمخططها الحضري الذي يشمل السور الخارجي والأبراج والبوابات والمعابد أعزائي الطلبة لنحلم عن مجموعة من الفراغات المهمة في الامتحان الوزاري أولا تشتهر محافظة كاركوك بالعديد من حقول النفطية وأهمها حقول بابا كاركر وجنبور وباي حسن ثانيا تضم محافظة صلاح الدين أكبر مصفل النفط في بيجي ثالثا تعد الجنائن المعلقة وأسوارها من عجائب الدنيا السبع وتقع في محافظة بابل رابعا من أهم مصايف محافظة السليمانية سيرتشنار ودربان ديخان خامسا من أهم المعالم الحضارية لمحافظة ديهوك قلعة العمادية والجسر العباسي عزائي الطلبة لنتعرف معا على مجموعة من التعاليل المهمة في الامتحان الوزاري أولا لقبت محافظة النجف الأشرف بالربوة جواب وذلك لارتفاع هضبتها عن مستوى سطح البحر ثانيا تركز النشاط الزراعي بالقرب من مجرى نهر الفرات في محافظة الأنبار جواب بسبب مناخها الصحراوي الذي أدى إلى تركز الزراع بالقرب من مجرى النهر ثالثا تنوع المناطق السياحية في محافظة الإسلامانية إذ يقصدها السياح خلال موسم الصيف الجواب بسبب مناخها الذي يتميز بمناخ البحر المتوسط الذي يتمتع بصيف معتدل الحرارة وشتاء بارد ومنطر رابعا يتميز الموقع الجغرافي لمحافظة كاركوك بأهمية كبيرة لأنه يمثل الجسر الرابط بين محافظات شمال العراق من جهة وبين محافظات وسطه وجنوبه من جهة أخرى خامسا سميت محافظة المثنة بالسماوة الجواب وتعني بها الأرض المستوية التي لا حجر لها بهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية حل مجموعة من الأسئلة الوزارية نلقاكم بمجموعة جديدة إن شاء الله في الدرس القادم وشكرا جزيلا لكم